أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولول الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أته اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تسألوا الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين إجمعين ثم أما بعد فالمؤمن في مثل هذه المراحل التي يعيشها المسلم أو العالم الإسلامي من كثير من المشكلات في المفاهيم في المعاني في السلوك في المجتمع يحتاج ولا شك إلى مثبتات لا إلى مثبتات أي أنه يحتاج إلى أشياء تثبته على دينه وتقويه وتجعله على يقين من ربه جل وعلا لا إلى شبه وشبهات تشوش عقله وتشوش دينه مع أن مثل هذه الأمور أعني الشبهة وما يشبهها كثرت في هذا الزمان بشكل خاص ولذلك تكون حاجة المسلم آكد وأشد إلى المثبتات وإلزاد زاد التقوى وزاد الإيمان وزاد الصلاة وزاد القرآن وكل زاد ذكره الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام مما يثبت المؤمن فعلا ويقويه ويسلك به الطريق واضحة إلى الله جل وعلا نجد أن الله جل وعلا في كتابه قد ذكر أمرين مرتبطين أشد الارتباط في صلاح المؤمن وفي عمله وأحسب أنهما أعني هذين الأمرين من أهم الأمور التي ينبغي على المؤمن أن يلحظها في تعبده اليومي وفي سيره إلى الله جل وعلا إذ بالحفاظ على ذينك الأمرين يثبت ويقوى في طريق الله ويصلح ويستقيم حاله وإيمانه وهما قراءة القرآن أو تلاوة القرآن والصلاوات الخمس وقد ورد ذلك في غير ما آية في كتاب الله سبحانه وتعالى مع أنه معروف أركى الإسلام خمسة والفرائض والواجبات كثيرة جدا لكن أركز القرآن على هذين باعتبارهما فعلا يشكلان زادا يوميا أساسيا للمؤمنين من ذلك قوله سبحانه وتعالى أتل ما أحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فواضح أنه أمر بأمرين تلاوة القرآن وإقام الصلاة وأيضا مثله في صياق آخر والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ومثل هذا المعنى كما ذكرت كثير في كتاب الله وفي الأحاديث النبوية الشريفة فنبقى قليلا مع الآية التي ذكرت أخيرا لنرجع إلى السابقة بعده بحول الله جل وعلا وذلك أن هذا التعبير القرآني العجيب الذي فيه التمسيك والذين يمسكون بالكتاب من دلالاته ومن مقاصده الحض حض المؤمن على أخذ الكتاب بقوة وأخذ الكتاب بقوة مقصودها هنا القوة المعنوية أي أن يعلاق قلبه بالقرآن وأن يلتصق به وأن يشرب القرآن يعني يصير القرآن صيباغة صيباغة للقلب وجوهر ينبض به الإيمان ولذلك قالوا الذين يمسكون وليس فقط يمسكون يعني يمسكون ممسك يعني ما كنش واحد نوع من التأكيد والتأكد أو الحرص بينما التعبير بهذا الفعل المضعف كما يقولون فيه حرص يعني كأنك تحس بأن القرآن يتفلت منك والمقصود يعني معاني القرآن حقائق الإيمان يعني أمور العقائد سلوك كل مفاهم القرآنية فعلا الإنسان إذا بقي بغيره تزود من كتاب الله تزود يومي فإيمانه يضعف ويتفلت سلوكه وخلقه وأعماله بدءا بالصلاة وانتهاءا بأبساط الأمور في الدين يبقاش قادر أنه يأدي الصلاة صلاة دياله يعني بشكل مستقيم بشكل جيد ما كيبقاش قادر يدفع المنكرات ولو بقلبه بصورة ملائمة بحيث أنه يتفاعل مع المنكر ويستجيب للمعاني السيئة ويقع في الآثام نظرا لأنه يعني جهاز المناعة الإيماني عنده ضعفة بصورة شديدة ولهذا يعني الله جل وعلا أمر العبد المؤمن بأن يمسك بالكتاب وليس فقط بأن يمسك بالكتاب لأن هذا المعنى ذي التمسيك فيه معنى أنك إما تشد بقوة وإلا غضي الضيئة وخاصة في زماننا هذا الذي فيه فعلا تشويش على العقل المسلم وتدمير لبنية التديون على المستوى الخلقي العام المؤمن فعلا في حاجة إلى التمسيك بالكتاب أي إلى القبض على حقائق الإيمان وأخذها بقوة والذين يمسكون بالكتاب قال وأقام الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين وإقام الصلاة ليس صلاة وحسب بل المطلوب في الصلاة إقامتها لأن الإقامة يعني في جهد المعنى كالإقامة بدأك المعنى لأن الإنسان ينهض للصلاة يعني قد قامت الصلاة يعني اللي هو الأذان الأذان الذي يكون في المسجد ليس الأذان إعلان للبعيد ولكنه أذان للقريب بإعلان توقيت الصلاة بسمه تحتوى الإقامة ولكن معنى الأوسع الذي ورد في كتاب الله جل وعلا وهو المقصود بالأصالة بعبارة الإقامة وإقامة الصلاة في القرآن أي أن العبد يصلي حقا وصدقا أي أنه إذا صلى عقد الصلة بين قلبه وبين ربيه إذا دخلت الصلاة يعني معناه أنك يعني اتصلت بالذي خلقك وفي صحيح مسلم وإن أحدكم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إقامة أخر كدرت قامت الصلاة أو درع عليك يعني الذي أمك أو أممه ولكن الإقامة المقصودة بقول الله وأقام الصلاة لم تحصل لأن إقام الصلاة وإقامة الصلاة يعني أن تؤدي الصلاة كما طلب منك بمقاصدها وبحقائقها وبرسومها وهذا لا يكون إلا إذا حصلت الصلة بين العبد وربيه والصلاة صلاة كتصلك وتصلك بالله جل وعلا ولهذا إذا استطاع المؤمن فلن أن ينتبه إلى هذين الأمرين أنه يتزود من كتاب الله يوميا كل صبح وكل ليل له زاد من القرآن الكريم على قدر طاقته ثم هو ينظر إلى مواقيت الصلوات عنده اهتمام بصلاة الفجر بصلاة الظهر بصلاة العصر المغرب العشاء ويزيد على ذلك على قدر طاقته من النوافل ولكن أقل ما يعني يقبل من المؤمنين قوان الله عز وجل على الأوقات والصلاوات يعني هذه الفرائض والأوقات والخمس التي هي أساس الدين حقيقة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنك إن صنعت هذا وتزودت من هذين المصدرين فلن تكون صالحا فقط بل ستكون مصلحا لأن الله تعالى قال إننا لا نضيع أجر المصلحين وليس أجر الصالحين فقط لأنه الإنسان بحيث لما يتفاعل مع القرآن الكريم كتكون عنده قوة إثيرية ليس فقط هو غير كيتأثر بالقرآن وكيقول لي يعني هو صالح لا كيف يفوت هذه المرحلة إن القرآن عنده واحد القدرة على الشحن متميزة يشحن العبد بشحنة إيمانية يعني بحال الطاقة الكهربائية ما كتكونش لازمة بل تكون فائضة تفيض من الجسم أي من القلب على ما حول ذلك الإنسان حال الطاقة الكهربائية لما كتدخلها في المصباح يعني صحيح هو المصباح هو استضاء لكنه أيضا أضاء ولهذا الإنسان المؤمن حينما يتزود دائما من كتاب الله جل وعلا ما كيكونش فقط مستنير كيكون مستنير هذه مؤكدة ويكون أيضا منيرا فهو يستنير وينير بصورة تلقائية من حيث يقصده أو لا يقصد لا يملك إلا أن يكون مصلحا يعني مش الخاطر بحيث أنه طبيعته سلوكه أقواله أفعاله تصرف العام الذي يكون عليه بسبب هذا الزاد اليومي لأنه يعني القرآن يصنع شخصية الإنسان يصنع له الشخصية دياله كي يبنيه بناء آخر بناء جديد يعيد ترتيبه وخال إنسان كيكون تلقاه التربية فيها أخطأ في المفاهيم أخطأ في السلوك في الصغر دياله أو في شي تكوين معين تلقاه مش سلم يا فلم يا القرآن كي يعود لبرمجة ديالإنسان الجديد ويعيد تركيبه ويعيد بناءه ولو ذلك الأحجار السيئة يعني إذا كان شي طوب مش يصحح في الابني دياله كي يريب القرآن ويلقيه جانبا ويبنيه بهندسة وبمعمار إيماني جديد متين ومنسج كي يصنع له فعلا شخصية متميزة هذه الشخصية هي شخصية المؤثير شخصية المؤمن الذي حيث ما حلأ نار ولذلك قال الله جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضع أجر المصلحين في إشارة قوية جدا فعلا على أن المؤمن إذا أخذ من هذين المصدرين زاده اليوم كان مؤثرا بالخير في أسراته في محيطه في عمله حيث ما حل وارتحل وهذا المعنى هو الذي يعني صرح به وأمر به في الآيات الأخرى التي ذكرت حينما أمر الله جل وعلى رسوله بتلاوة القرآن فقال له أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة واحد الوضعية معينة اجتماعية أو كيف ما بغى تكون أنت كيكون عندك واحد لمقياس إيماني باش كتفصرها وتفهمها وتحكم عليها داخليين وتعرف كيف ياش تتعامل معها الصلاة ما تعطيكش هذا المعنى هذا الصلاة كتعطيك زاد لتتصل بالله جل وعلا وتتزود منه قوة إيمانية هائلة لكن القرآن فيه هذه الخاصية لأنه الكتاب الذي هو كلام الله يجل وعلا نازل بالحقائق الإيمانية نازل بالمفاهيم الربانية من أجل بناء التصغرات والأذهان والعقول وأيضا إقامة الأذواق كي يولد ذوق ذوق سليم فطري ليس ذوقا منحرفا وليس فهما يعني ضائعا تائها في الحياة بل عنده موازين قلب المؤمن الذي شرابوا من ماء القرآن عنده موازين خاصة إيمانية عنده مقاييس واضحة ثابتة لا غبار عليها ولهذا أمرنا بتلاوة القرآن يأنه كما ذكرت كما يقوّي الإيمان أيضا يرتب العقل ويرتب الإنسان ويرتب التفكير ويعطيك فرقانا كما عبر القرآن وأيضا في السياق الآخر فرقان يجعل لك فرقان فرقان يعني وحد الميزان كتفرق به بين الحقيب الباطل وتعريفه الليلة من النهار والنور من الظلمات أطل ما أحيي إليك من الكتاب وأقم الصلاة هذا فعلا يعني إقام الصلاة كما ذكرت في الآية الأخرى مشفوع بالأمر بتلاوة القرآن لما كتتضح لك الأمور يعني وتعرف المفاهيم وتعرف الذي لك والذي عليك وكيف تعاشر الناس وكيف تتصرف يعني إزاء الخير وإزاء الشر وإزاء جميع الحالات طبيعية والحالات الشاذة تكون عندك قدرة للمبادرة للمبادرة ما كتبقاش تنتظر دائما يعني حتى يوقع لك يفعل أو لا تفعل لا عندك عندك فرقان عندك عندك ميزان ديالك هذا الميزان هو الذي أنزله الله جل وعلا في القرآن وجعله يتلى فالتلاوة ليوم وغضى راكت تبني لمفاهيم ديال الإنسان فإذن لتستطيع أن تتخذ القرار لابد أن تكون قويا يعني نومشي دايما اللي فهم كي قدر تتخذ القرار هذا معروف كي يمكن نكون فهم وما عنديش القدرة لاتخذ القرار كما نجد كثيرا من أهله الخبرة وأهل العلم يعني بالمعنى الطبيعي للكلمة كيعرف أضرار ديال واحد الحاجة وكيدلها يعرف أضرار التدخين ويدخين يعرف أضرار الخمر ويشرب الخمر يعرف أضرار الزنا وهو خبير في ذلك المجال يعطيك يعني دروس وحاضرات دقيقة جدا على المستوى العلمي ولكنه واقع في ذلك المأساس فالمعلومات غير كافية في تكوين الإنسان ما أخذك عنده المعلومات مش ضروري عنده المعلومات إذن رأى قدر يتخذ قرار سليم كمكن يتخذ قرار غلط فإذن خصعوا الشخصية الوجدانية فهما متكاملان إن خير من استهجرتها القوي الأمين الله عز وجل في كتابه على لسان ابنة الرجل الصالح في صياقه قصة موسى عليه السلام يعني من شروط كمال الشخصية القوة والقوة يعني قد تكونوا مادية وقد تكونوا عقلية قال اجعلني على خزائن الأرضي إني حفظ عليم فهذا عنده القوة العلمية والحفظ بمعنى الأمانة يعني يوسف عليه السلام إني حفظ أي أمين بعد إلى شد صندوق الدولة صافي الأمان تم ولكن أيضا حيثوب يعني عنده قدرة على التدبير المالي بصورة جيدة جدا مشيسة فيه ما كيضيعش المال إني حفظ عليم فهنا عنده القوة بالمعنى العلمي والأمانة بالمعنى الإيماني أو الحفظ بمعنى الأمانة بمعنى أنه قول الله عز وجل حكاية على بناة الرجل الصالح إن خير من استجرت القوي لأمين يعني مشي ضروري القوة البدنية ممكن تكون قوة بدنية ممكن تكون قوة علمية أو خبرة أو أمين الأمانة فإذن هذان الأمران كلاهما مطلوب للإنسان ليستطيع أن يسلوك إلى الله بصورة مستقيمة فإذا المعلومات اللي هي قوة ما كفيها لا بد إضافة إلى المعلومات من الأمانة هذه الأمانة اللي تجعل المؤمن يخاف الله ويتق الله ويحب الله ويرجو الله يعني عنده ورع عنده في قلبه يعني إحساس بالمسؤولية وعنده إحساس فعلا بأنه تصرف أدنى تصرف سيفعله سيؤثر سلبا أو إيجابا على حياته وعلى الآخرين ولذلك يعني القرآن حينما يحيط الشخصية البشرية بالبناء والترتيب يحيط بها بشكل شمولي ما يخليش تقبع يدخل منها البرد أو شي جهة من بنية شي بنية من كل جهاتها وهذه فعلا الفائدات يعني من أهم الفوائد لتلاوة القرآن لكن مطلوب أننا ننجز شيئا عمليا وهو الصلاة قلت لأنه المفاهيم اللي يعطيك القرآن تحتاج إلى قوة إيمانية لا تتاح لك إلا بالصلاة أن الصلاة في غاية أمرها هي استمداد القوة الخارقة من الله جل وعلا أن الإنسان ضعيف مهما كان هذا الإنسان الإنسان جزئي الإنسان فاني الإنسان نسبي وصبح الله العظيم يعني الإنسان أنا وأنت وأي واحد كاللحظه في المجتمع في البيئات يعني والناس عاشروا مثلا أنا وأنتم إلى آخرين يعني عاشر شخصيات يعني كتكون في واحد المرحلة من المرحل يعني عندها تأثير كبير إما شخصية وطنية أو شخصية دولية أو كذا إلى آخرين من اللي ينزل المجتمع بسيط كيف يولي بسيط بسيط لا يستفعلي يعني دخل السوق مثلا يشري شي حاجة أي ولي عادي حيث أنه يعني الإنسان ما كيقدر ش يحافظ على ذيك القوة دياله يعني ذيك العبقارية دياله ذيك القدرات دياله والخصائص القيادية دياله لا تصحبه دائما وهي كي ممكن يوقع غير تانا وش انت صايق السيارة ديالك بسيط يعني حاديث بسيط لا قدر له السيارة وغير تتوقع لك مشاكل مع واحد يعني صائق أو كذا الأخير فالعقل ديال الإنسان ينزل من ديك القوة دياله والكلية والشمول ينزل يقول لي عقل جوزء صغير بسيط التافية يعني بش يقدر يعيش وإن لم يقدر يندمج في المجتمع ماذا يندمج شيء ولهذا الإنسان يعني أقصيد يعني ضعيف جدا يحتاج إلى استمداد قوة فوق طاقته يوميا بش يستطع يستمر في الحياة بمستوى عالي هذه القوة طبعا لا تكون إلا من الله جل وعلا لأنه المطلق سبحانه القوة دي رب العالمين مطلقة لا محدودة لا بالزمان ولا بالمكان فالله جلاله سبحانه الذي خلق الإنسان وعالم ما خلق لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني عالم سبحانه وتعالى الضعف الإنسان هو الحاجة دي الإنسان وفرض عليه خمسة صلوات في اليوم الليلة بما علم أن هذا القلب الإنسان لا يستطيع أن استمر طاقته أكثر من ذلك بمعنى لما فرض عليه صلاة الظهر من بعد صلاة الفجر بتوقيت فلك معين معنت أن الشحن الإيماني التي يتلقى المؤمن في الفجر تكفيه إلى وقت صلاة الظهر كالسلام سيعد مشيت شهر جامل جديد فيحتاج إذن إلى إعادة شحنين ليستمر إلى العصري ومن العصري إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء ويطول الليل لأن الإنسان ينام فإن لم ينم فمن دوب له جدا جدا أن يقوم شيئا من الليل وإلا فعلا حالات الإنسانية حينما تنقطع عن مثل هذا عن الصلاة بتاتا كيصلي شقع في خطرة أو كيصلي بشكل متقطع تكون حياته مش غير الإيمانية هذا مفروغ منه أن الإيمانية كتكون يعني يعني خاسرة ولكن تكون حياته الاجتماعية علاقته يعني بناء الأسرة دياله في العمل دياله في الوظيفة دياله يعيش ضطراب ويعيش ضنك سبح الله مشاهدنا هذا الأمر فلذلك إذن يعني الإنسان مهما قوي عقلهم مهما قوي استطاقتهم مهما كانت له قدرات مفهومية عالية لا بد من أن تكون له قوة شخصية إيمانية لاتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب حتى لا يقع في الفحشة حتى لا يقع في الحرام حتى لا يأكل مالا حرام حتى لا يمد يده إلى شيء ليس له حتى لا حتى لا إلى آخره فإذن هذا اتخاذ القرارات الإيمانية القوية اللي هي السلوك ديالإنسان بصفة عامة في المجتمع محتاج إذن إلى قلب قوي قلب قوي قلب مؤمن والصلاة هي الكفيلة بتزويد المؤمن بهذه الطاقة ولذلك قال له وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والشيء العجيب جدا حقيقة أنه إنسب الفعل للصلاة ديال النهي ما قال لش يعني وأقم الصلاة إنك إذا صليت إمتهيت عن الفحشاء والمنكر قال له هي الصلاة بنفسها هي اللي غدير ذلك شغل ماش يمت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني شخص الصلاة heritage هذه الشيء بندم داعي أو مصلح انت كتصلي هيك تولد منك شخصية أخرى تقول لك لا تفعل هذا ايفعل هذا فصلاتك إذن مقصود تبني منك شخصا جديدا وبغيرها لا تستطيع فعلا أن تنتهي عن الفحشاء والمنكر كما ينبغي إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر بمعنى ما يجيش الشيطان يوسوس لك يقول لك يا طيب أنا عندي واحد العادة سيئة مقدر نقطعها أو يعني واحد المال حرام بواحد طريقة كناكله ما صعيب كي غدي نديره وميني عاود نجيبنا هدك هدك يعني ذيك الصغرب اللي غدي نتركها باش نعود نسدها إلى آخره أو يعني واحد من بليب واحد البليا من من المحرم يعني كيفاش نستطع نتخلص منها هذا وسواس شيطاني والله جل وعلا عليم بكل شيء سبحانه وسعلا يعني عالم أنه قد يخطر ببالي الإنسان مثل هذا فقال له ولا ذكر الله أكبر غي صلي حاول فعلا أن تصلي كما ينبغي بالشروط التي ذكرت قبله يعني بالخشوع التام يعني عقد الصلة إذا صليت عقيد الصلة بينك وبين الله جل وعلا إذا صح منك هذا فعليا يعني صح منك هذا فعليا كالجواب وهو ولا ذكر الله أكبر يعني أنك لما تخرج بالقوة شخصية دي الإنسان فعلا صلى حقا الباطل سيذوب بين يديك هذا الشيء اللي كان مهول قدامك وجايك بحل الجبل كبير كي غادي تدير تغلبه تجدوه تافيا ضعيفا وتجدو أنما هي وسواسته شيطان وتخيلات تضخمت في الدين ديالك بواحد شكل كبير جدا فإذا بكتقل بسيطة وشفنا هذه الحالات سبحان الله هو عدد ديالناس يعني من الأمثلة المشهورة المتداولة يعني الإدمان على التدخين كان تجير واحد مدوين على التدخين قد يقول له تخطع التدخين كي يجي بحل مستحل ما يمكنش فنهار الله سبحانه وتعالى يأذانوا بالتوبة فعلا فكتجي ربي تعالى يسسلوا له كتجي ظروف فاش كيكتشف كيكتشف القوة الباطنة دياله على المشتوى الإيماني طبعا فإذا به ينقاطعه يبدأ تعجب من رأسه وماذا فعلا أنا نقاطعت عن التدخين لا فعلا نقاطع لأنه يعني ما كان يفزعه وديك التهويلات والتوهيمات هي توهيمات شيطانية لا أقل ولا أكثر يعني الشيطان يبحث أنه يجي الشيطان في لحظة ديال الضعف دياله الضعف المفهومي ما عندوش المفاهم مراكبة مزيان ما عندوش ترتيب ديال المخ دياله مخ ما مرتبش الزين دياله غير مبني بناء قرآنيا أطلو ما أحي إليك من الكتاب ما عندوش هذا البناء هذا ثم أيضا القوة الداخلة اللي غد يتتخذ القرار هالكة ضعيفة فيجد ميلا إلى الشهوات ولو كانت هذه الشهوات مدمرة للنفس وللروح وللبدن فإذا جمع بين الأمرين ترتبط عندوه المفاهم وعلم الحق من الباطل ثم كانت له قوة إيمانية عالية جدا هذه الساعة كي يزطمع له هذه النفس الأمارة بالسوء يزطمع لها فعلا وبقوة وبثبات كي يجد رسوه قوي وينتصر فلذلك يعني معركة الحقيب مع الباطل ومعركة الشيطان مع النفس في العالم النفساني الداخلي في حاجة شديدة إلى هذا الأمر ولهذا ختم الله جل وعلى سياق الآية فقال والله يعلم ما تصنعهم يعني حقيقة فعلا يعني أنت واش باغي فعلا توب إلا الله أو ما باغيش يعني هل تريد أن تكون من أهل الله ولا تريد إن كنت تريد هالطريق إنما عليك أن تسلكها ومقدمتها تفضي إلى نتائجها بمعنى أنه ربي تعالى ما كيطلبش منك واحد شي كبير فوق الجهد ديالك لا كيطلب منك أنك دير الخطوة اللولة الخطوة اللولة هي هي غير تعطيك الخطوة الثانية والثانية تعطيك الثالثة بحيث عنه لما كي حينما تحسن نية العبدي لما كتحسن نية وتستقيم فإنه يا الله كدير أنت الخطوة اللولة ربي تعالى كيكمل بك الطريق سبحانه وتعالى والذين فيه في نص القرآن هذا والذين جاهدوا فينا لأنهدي إنهم سبولنا ولذلك مرار يعني في مثل هذه الدروس نذكر واحد الحقيقة إيمانية عجيبة يعني لا يجوز عقلا واشرعا أنه شي واحد يتصور بأنه كين شي كافر فوق الأرض بغاء يسلم وما ما تمكنش هذا لا يوجد إطلاقا لأنه جوج حويج يعني يكون يهودي أو نصراني أو مجوسي أو من لا دين له وتخيلوا في أي نقطة في الكرة أرضية تخيلوا فيما بغيت يعني ولو يعني في واحد النقطة مع أن الشي ما بقاش دبا في هذه المرحلة في هذه العصرة دي العولمة شي نقطة لما وصل لهاش نهائيا خبر الحضارة تخيلوا هذا الخيال هذا واختره هو بقلب هذا السيد وقع بقلبه وقال والله يعني أنا ما كرهت شي نعرف هذا الرب ديال هذا الكون نعبده شرط واحد يصدوق في مثل هذا الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سنوات سماوات من فوق سبع سماوات سيهيئ له الظروف والأسباب حتى يصل إلى الإسلام وإسلام لأننا عندنا جوج الاحتمال مع النشط الثالث إما أنه حينما وقع بقلبه أنه يريد أن يكون من أهل الله يريد أن يكون عبدالي ربي الكون لا يعرف لا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا القرآن ولا الإسلام لا نحن نفترضه لا يعرفه ولو يعني هو بغي يعبد رب الكون الحقيقي حينما وقع بقلبه هذا وصرح به لنفسه واحد في تنين قلت له احتماله إما أن الله علم ذلك أو لم يعلمه طبعا كمسلمين ما عندناش خيار يعني قطعنا الله تعالى من فوق سبع سماوات علم أن عبد الله في المكلف ولني في النقطة الفلانية بغي يسلم وبغي يسلم بصدق علم ذلك يعني بغي يسلم بغي يعني أنه بغي عبد الله الحق رهي هذه بغي يسلم فإذا علم ذلك الجواب واضح وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي غي هو فعلا يبغي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والذين جاهدوا فينا في الآية الأخرى لا نهدينهم سبولنا وسبح الله العظيم يعني كما أن المبادئ القرآنية تقرره هذا كذلك الحوادث ديال التاريخ ولكن شنو كيوقع كنتلقى أنه يعني باقي عنده هو شهوات ما عنده استعداد يترك واحد عدد ديال المآثيم يعني باقي عنده ارتباطات دنيوية في الحرام بغي يتمتعب هذه الشهوة المحرمة وهذه الشهوة المحرمة والدين عنده زيض نقص يقول كلما زيما وصلتني شيء دعوة غيره صحيح خصه هو يبغي الحق يعني أتفيت هذا أولا فإذا ثابت واصح منه الله سبحانه وتعالى سيهيئ له الظروف يعني كيف غير يقع هذاك شيء من شيء شغلنا شغل رب العالمين سبحانه وتعالى هل يعلمه من خلقه هو اللطيف الخبير يعني كتجي الشيء اللي كنسميه أحنا صدف وما هي بصدف هي ترتيبات إلهية مقدرة موزونة الصدفة في عالم رب العالمين سبحانه وتعالى ما يسمى بشؤون ربوبية لا وجود لها البته الصدفة كنفة صغردية نحن القاصرة الضعيفة ولذلك فعلا ما يحدث في الكون شيء إلا بعلم الله ولا يحدث في الكون شيء إلا بإذن الله يعني كل شيء ولو ورقة تسقط من شجرة عالمها أو لم يعلمها قطعا عالمها وإلا أن نسب النقص لعلم الله هذا الله رب الكون شيء تبنيه على الموزين العقلية دينا نحن يعني أنه يعني لا أبدا يعني لأنه ما معنى الرب سبحانه الرب يعني يعني الذي قدرته وعلمه وقوة سبحانه خارق القدرات التصورية العقلية يعني ما عندكش القدرة حتى تتخيل إلا بغي تتخيل العلم دي الله أو القدرة دي الله فإذن فوق الطاقة الاستعابية للإنسان ولذلك معنى العبودية تسليم لهذه الطاقة الكبرى هذا معنى العبد عبد يعني أنه سلم إذ قال له سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسليم قال أسلمت يعني أسلمت أي خضعة الخضوع التام الكامل أسلمت لرب العالمين فلذلك إذن يعني هذا المنطق عام في القرآن وفي الكون اللي بغى الله بالصدق ربك يجيبوا لعنده وكي يهيئلوا الأسباب ولذلك نعود إلى الأصل من باب أولى وأحرى هذا هذا مع الكافر من باب أولى وأحرى مع المؤمن المؤمن إذا أراد أن يتوب وأن يتخلى عن بلية من البلايا غير شرط واحد هل صادقت الله فعلا في هذا المعنى والله برقي تقول معنا سكيوة باللتي دبنتوب 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 هنت تتم فالله جل وعلا إنما يقبل على عبده الذي عزم بصدق فإذا عزمت دير الخطوة اللولة الله جل وعلا يسير لك كل الأمور هذه الأوهم كل اللي جيبها إبليس وجيبها الشيطان لإنسان لا صعبة وما يمكنك شهد العدد تخطعها وما عندك منين كل ذلك أوهم الله سبحانه وتعالى ينصرك وإن جندنا لأنه ما تكون جندي لله وجندي للشيطان وإن جندنا لهم والغالبون والإنسان في قضية الدنب والحسنة والخطيئة والإنسان ما لا يعيش معركة نفسية داخلية باطنية ولذلك إذن هذه المعركة إما أن تكون فيها جنديا لله وإما أن تكون فيها جنديا لإبليس فحيث تكون جنديا لله حقا وصدقا فالله سبحانه وتعالى أنا إذن هو الذي يقود المعركة ماشي انت ما ترفضيش لهم من الخطة والانتصار لا ربي اللي ركي صوق هذه الساعة سبحانه وتعالى لأن أنت غير عسكري غير جندي والذين جاهدوا فينا هو الذي يقرر ويقدر لا نهدي إنهم سبولنا وإن جندنا فهو قائد المعركة جل وعلا بين الحقي والباطل في العالم النفسي وفي العالم المادي حيث ما كان فعلا يعني صراع بين الحقي والباطل غير فعلا كل افتراض صحيح يعني كل الحقي مننا والباطل مننا ماشي الباطل مع الباطل فحيث يكون يعني فرقان بين حقي وباطل وكين صدق فالله أنا إذن هو الذي يتولى عبده الصالح وعبده المؤمن في جميع الأحوال في المعنى النفسي المعنى الفرضي المعنى الجماعي كما بغيت من آذى لي وليا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب لأن هذاك الولي يعني جندي لله ديال الله سبحانه وتعالى بما صدق الله تعالى في الطلب صدق الله سبحانه وتعالى في طلب الله وفي التوبة وفي العبادة فكان لله وكان به سبحانه وتعالى فخلاصة القول إذن أن نبدأ السير يعني ابن ذنب غد يبدأ الخدمة ويبدأ يمشي العمد لله سبحانه وتعالى بدأ السير إلى الله عز وجل بهذين الذين ذكرا قبله القرآن الويرد دائم إلى الأبد وفي جميع الظروف والصلاة التي ما جاءت رخصة إطلاقا في تركها البته سبحان الله العظيم كل العبادة فيها رخص دير الإسقاط يعني كتمشي في خطراء الزكاء لما عنده شنصاب ما عنده يزكى الحج ما قادرش ما مشاش للي يعني رمضان مريض مسافر ما تصومش إلا الصلاة فيها رخص تخفيف وما كان رخص الإسقاط ولو كان الإنسان في الحرب يعني شيء غريب الله يثبتنا والله يغفر لنا إجمعين حقيقة الإنسان الفقهاء يعني الخصوص المالكية يعني فقهاء المالكية يعني ذكروا يعني عجبا فيما يسمى بصلاة الخوف صلاة الخوف اللي هي الصلاة اللي كيصلها الإنسان في قلب المعركة بحيث في ديك اللحظة وما عندكش الحق ترك الصلاة وتصليها في وقتها يعني من حراج صورها أن الإنسان كيصليها وهو راكب على حصانه أو على دبابته أو ما شئ تاني بأي لغة بغيت وبأي صورة بغيت يعني مقبيلا ومدبيرا يعني بلا ما ينتبه القبلة وما كهمش وقد يكون يعني يعني ملتخل بالدماء مع أن الدم في المذايب الفقه ينجيس ومع ذلك تجوز صلاته باش ما يتركش الصلاة وكيف ترضو افتراضات اللي هي نادرة جدا عفان الله وإياكم ومع ذلك لم يجيزوا إسقاط الصلاة على العبد افترضوا أنه يعني في سجنين مقيد ليدين ما عنده كيدرته دوري تمام قالوا يصلي بلا وضب لا تعمه وما يخليش لأن الصلاة هي حق الله على عبده الذي خلقه سبحانه وتعالى خلقه وسواه وأخضعه له فكما خضع البدل وجباء أن تخضع الروح وإلا صفي الإنسان ضع ما بقاش عبد لله عز وجل ويتحمل المسؤولية الكاملة آنئذين في الدنيا وفي الآخرة فاللهم اجعلنا من توابين واجعلنا من المتطهرين وتبعلينا إنك أنت تواب الرحيم اللهم أرين الحق حقا ورزقنا اتباعه ورزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الولين والآخرين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين